انتو مشكلتكو دلوقتي ان الديون دي انت حضرتك قلت في اولويات قلت سكن قلت لك لأ حاضر دعناي انا وفرو لان ده من المتطلباتي حتى لو فوق تأتي فعرفي متطلباتي حاضر قلت نفقة بقولك يا استاذة رحيت المحكمة ورفع عضية نفقة وحضانة ومسكن يا استاذة اسراء عايزة تاخدي نفقتك ولا عايزة تستني حكم المحكمة بالنفقة ده اختيارك وحنا اختيارك لاحترم طلع قرار من المحكمة هندفع قرار المحكمة عايزة رحمة انا بقوله على الهوى وانتو ملزمين انا ملزم قدامكو اطبقوا بفريل اعداد يجي صور الاختيار وهعرض الحل الاخير دلوقتي وده صدى البلد مش ليا استاذة اسراء عايزة تاخدي نفقة عينيه احنا كنا بندل غاية ما حضرتك رحت المحكمة يعني انت جايب حل ده انا بقول لحضرتك مش حلول بقول لحضرتك وقائع انت ضامن لها كقناس تضفطينا يعني انت هتدفع انت مش ممنع مش ممنع ناس كان لخت ايا قالت لو وفروا لي شقة انا هشتغل لا يا استاذة احنا هندفع ايجار شقة وهنساهم في معيشتك انت والبنات ده يزعل لا طيب انت عايزة تشتغلي كلنا بنكافح عشان الكارسة اللي احنا فيها والكارسة اللي احنا فيها دي مش كارستي ولا كارسة ابني ده كارسة زوجك يعني انا اللي متضمن معاك مش انا خصمك مش انا اللي اروحي للمحكمة والنيابة مش اللي انت اللي تودي راجل ادى بك سبعين سنة توقفيه قدام قضي مرة توقفيه قدام المباحث مرة تدخلين نيابة مرة توقفيه قدام المحكمة مرة الراجل صحيا بيموت بيتحسر على ابنه وانت بتتبعيك سكينة تلمة طيب حضرتك جاء الطالب بنفع قدامك اختيارين وده على مسئوليتي قداما صدى البلد تيجي تراجع ده قدامي تاني في بلدي قضيوف حضرتك توجهت المحكمة بنفع حاجة من الاتنين يا هنبعت النفع مع حد وسيط وهتستلميها بعنده بمحضر بقصال عشان ما تجيش تنكر اللي احنا بندفع يا اما حضرتك تستني حكم المحكمة ايهما افضل لك وده انا بخيرك لان انت تبعت النفع مع حد وسيط عشان لما يجي يشهد في يوم الايام يقولوا والله بندفع دل مبالغ محصورة شهرية شقة و هتقجرها شقة و هتساعدها في عيشة أنا قلت لحضرتك حاجة هندفع 1000 جنيه ايجار شقة و عن شرط أنا لسه علي 78000 جنيه غير اللي تسد ديوني يا جماعة أنا مش طالع هاجم مرة تخوي خف يا أستاذ إسراء شتايم على أهل جوزك بناتك لما يجي يتجوزوا الناس هتخبط على عمامهم الرجالة بناتك لما يجي يتجوزوا يخبطوا على جدهم وأهل الصف هيشوفوا ده بعنيهم أنا هدفع 1000 جنيه في الشقة اللي هتتأجر و عن شرط شاوري على صاحب الإيجار و قول أنا أجرت شقة في الحتة الفلانية أنا ملتزم لصاحب الشقة بتسليم قيمة الإيجار 1000 جنيه شهريا يتعهد أنا بها قدام صاحب الملك و ما يسألش الأستاذ إسراء في الطلع ولا نزلة فين إيجار الشقة في أكتر من كده هدوم السف والشتوي كسوة هنشتري لولاد أخويا كسوة حاضر حاضر إذا كنت مش مصدقة اللي إحنا ما نعرفش حاجة عن هدومك اللي بتقول هدومك اللي بقالها ثلاث سنين مطرودة أنت برة جات تسأل عليها النهاردة يا ست الكل بطلعي على مركز الشرطة حرارة بألغة ضدنا و أنا مسامح طب أنا هقولي طيب كفاهم يا حضر الله طب أنا هقولي حضرتك الله شرطة تعبت معانا اللي بيدور على الهدوم والله قد تر خير أنا بقولي حضرتك بتقولي هدوم بقولي حضرتك إيه هدوم بكياسها لولاد أخويا لحمة اللي أنا شاريهم لولادي أنا هاخد البنتين بإيدي واشتري لهم اللي البنات تشاور عليها لأن أنا بسطر لحمة مش بسطر حد غريب وما بمنش ده نبوهم ودولة لحمة إيه تاني زعلي يا أستاذ نهال هنعمل اللي عليه قصة دلوقت هتتلخص في القادي أنا قلت حاجة وهعيدها تاني تتصل بحضرتك كضامن تتصل بحضرتك تقوليك يا أستاذ نهال في شقة عنده فلان الفلاني الأستاذ محمد يروح يدفع الإيجار قدام حضرتك أنا هاجر فيه أستاذ عندكو في الصف بتاع الشيخ عرب برضو وأنت أكيد تفهم في الأعدادات الورفية اسمه أستاذ محمود تمام محمود إمام ما هو ده اللي أنا بقول علي إحنا بنيديله النفقة ومسجلها عنده يا فندم لغاية ما الولد قطعها لما جاله قرار من المحكم طب أسهل على حضرتك عشان ما يكونش مقايد أنا هلتزم للأستاذ محمود إمام بحاجتين بنافقة الأطفال تبقى لمجدرة الوالد وإيجار شهر سابت 750-850 جنيه فوق النافقة يبقى الأستاذ محمود إمام كراجل عرف وراجل أنا ملزم به ما ليش ضعب أسرق مجبر أسلمه الإيجار إيجار الشقة ألف جنيه أحنا متفقين على ألف جنيه حاضر الألف جنيه حاضر دا يزعل حضرتك دا يزعل حضرتك طب أقول ليه أنا مسامح لولادي مش مسامح لعقد لك بناتي طيب قريني بقى أنت جايب عقد عرفي جلسة عرفي لا يا فندي جايب عقد جلسة عرفي قالت حاجة قالت الأستاذ محمد إحنا روحنا عند الأستاذ محمود إمام ومرضيش يعده أستاذ محمود إمام ده جار لينا وجار للوالد من 50 سنة تربطه بصداقة وجيرة طيبة وراجل من خيرة الناس في البلد وراجل إحنا نحسب على خير ونحترم فأنا ببادر بالمبادرة اللي بتقول كده بأكد عكس كلامه أستاذ إسراء أنا همضي على مشارطة التحكيم وهختار الحج محمود وهسلمها لصدى البلد ولو الحج محمود عايز يجي استلمها من صدى البلد على عين وعن رأس وابعته حد من عندك ده لو أنت لك حق زي ما بتقوله رفضينه نقعد نحل بالود اللي هو الشقة والإجار عايزة تعود في قادة عرفية ابعط راجل من عندك يمضي على مشارطة التحكيم وأنا همضي عليها حالاً على الهوى وهسلمها لحضرتك ابعطوها عن طريق فريق الإعداد للحج محمود إمام قلت الحلول التاني بتاع الشقة ما هي جاء تشتك عشان الشقة لا أنا الشقة ما تشتكيش أنا جايبها البناتي مش هعملك بقى بمعاملتك أنا هعملك بتربيتي أنا جايب الشقة البناتي ألمهم فيها جايب الهدمة والكسوة لبناتي الاتنين أسطر بناتي لأن ده عم وقب أنا عندي ولدين همشيهم بالمقطع عادي إنما ممشيش البنت كده مش مستورة تمام؟ أستاذة إسراء أنا هستحملك عشان أنت مرات أخويا ففرض عين علي وده قدري هقبله بشر وبحلوة المشارطة اللي أنت كنت عايزاها وبتقول إحنا رفضينها لأ أنا مش رافض والحل هو على الهوى وأنا هوقع عليها والحل الود اللي أنا قلت لحضرتك ده دين فرقبتي أنا ملتزم بيه حاضر بس في مقابل حاجة واحدة اتق الله في والدك اللي عنده سبعين سنة اللي دايرة تتبلى عليه في كل بيت اتق الله أنت ووالدتك والدها راجل طيب وغلبان ومحترم عايزة النار تتخمد أنا مفيش نار ومجرد ما أنت تراعي أخوك ومجرد ما أنت تودهم حد شادر يحبه فيك وفي أي حاجة كويس أسأل بقى حضرتك سؤال صغير عالمستوى الشخص هل لما نعمل كده الأستاذة إسراء هتبطل شاكاة وشتايم مؤهنة لنا والوالدي هتعمل إيه تاني بقى خلص ما بنات اضمنت عليهم يا فندم أنا قلت لحضرتك أيوة يكلامها معي يا أستاذ محمد على أن هي شيلة إيلة عليها أبني فأنت ساعدتها لا الشيلة إيلة اللي أنا قلت دا تأثير مني ولا أنا عادت قدر مستطاع تمام أنا ساعدتها هل دا هيمنعها هل تروح تتنازل عن المخاضر اللي عملها فيه وفي الوالد أنا بسأل حضرتك تنازل دا بقى كفاية محاضر ليه ولا ليه هار لأي الطرفين عشان بنات أنا مقدمتش من ثلاث سنين محضر واحد لغاية اللحظة لما يبقى جوز هيخرج بقى تشبه أنا باقول له لحضرات الكلمتين أنا مقدمتش محضر واحد من الثلاث سنين من ساعة مجوز هتحبس لغاية اليوم اللي أنا لغاية اللي أنا قاعد فاعة عندها حضرتك المحاضر والأواضر اللي هي رفعها علينا دلوقت على المستوى الشخصي هل لما إحنا نعمل كده روح تتنازل عنها آتاقتش بس إحنا برضو höنعمل كده شوف أنا بقول لحضرتك إيه هاتفضل من DVD محاضر الأكلف محاضر التعدي محاضر التعدي ما حاضر الاستلاء على المنقلاتها مع ان انا مش جوزه ولا ماضلها على ايم visibility بس مش مشكلة المحاضر في اسم الشرطة مخلص كانت وأغذى به ما حضر تمكين لا يا فندم دا المحدر ا たاني مراجد دا التمكين دا التمكين خلص عملت في انا محتر استلاق على منقلات الزوجية بتتهمنا بالاستلاق على منقلات الزوجية ورغم ذلك احنا مش هتتنزل عن المحاضر برضو ده مش يخلينا نأثر في واجبنا حاجة هتفضل تسيقلينا على مواقع التواصل الاجتماع لانها بتقول للناس كلمتين وانا برضو مش هقولك بقى يعني مش هنتكلم خلاص انا مش هجي جنب الورق يا استاذ اسراء مهما تسيقلينا احنا مش هنسيقلي بلدنا وليك راجل لما يخرج من حبسه وشدته بإذن الله هنحزقه على كل الأهانات اللي غلطيها في والده اللي هو رب الأسرة وكبير العلام اللي أهانتي عيب 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 انا هاخد بناتك اجيب لهم هدوم وتبعتيلي البنات عند الحاجة محمود امام ما انا على الكل والكال والاشتباك وهنا توعد مع الوالد حاجة من الاتنين بطلبي من حاجة محمود امام بقول له حضرتك ولادي بناتي بقول له حضرتك بناتي مش بنات اخوية سعدك عارف يعني ايه بناتي؟ يعني انا اتعرى وبناتي لا بقول له حضرتك تروح عند الاستاذ محمود امام من بكرة تقولي له عايزة النفقة تغديه هنأدي في ايدك هنسلم على الحاجة محمود امام بضمان اللي ادينا اقصال منك بالاستلام عشان ما تنكريش مش عايزة وهتستني حكم المحكمة تحت عمرك عايزة دي ماشي عايزة دي ماشي موضوع الشقة هنسيب كل اول شهر مع الحاجة محمود امام ساعة ما انت تكتفق معاه هنسيب لك الف اجنة جار الشقة تأجر وتعود انت حرة تغديهم على نفقتك وتعود في بيت اهلك انت حرة ده كده يا عدنا يا استاذة نهال تكتر الف خيرك عايزة اقولكو ان يمكن سبحان الله العين العظيم ممكننا مشاكل كبيرة جدا وبنبذي فيها مجهود لان احنا مخلصين النوايا عشان تخلص خلاص يا اسراء عشان تكملي مشوارك مشوارك مش هيوقف هنا لا مشوارك هيوقف للسلمة البنات تجبر مشوارك هيوقف للسلمة يجي حد يخبط على بابك وتفرح بيهم فشكرا انك نورتني مش هقولك بقى ولاد اخوك امانة بقى تقولي حضرتك المقولة بناتي مش هتوصينا على بناتي امه هي انا بقول لها طمعانا فيك طمعانا في اصل طمعانا في اهل بيتك دي ست يمكن صحيت منهم لقتنا في صافة مصيبة حد ومصيبة بس والله يسهل لكل واحد فيكو بعد كده انا التزمت بالتزم على الهواء هل انا كده قصرت مدام نهل لا ما قصرت ديون اخويا اللي ليه دين عنده اخويا وبقوله على الهواء يجي طالبني بيه هل انا قصرت كده مدام نهل هل انا حملتها عد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هسيبها لك عند الاستاذ محمود امام هيبقى براعيته ابعثي والدك يمضي ويتعهد بتحديد جلسة عرفية جلسة عرفية وانا تحت امرك وانا مضيط نيابة عن عيلتي والمشارطة العرفية دي هتتسلم النهاردة الساعة 8 بالليل الاستاذ محمود امام وفي منتظرين والدك يجي يمضي عليها ويمضي على الضمانات الكافية اللي هيمضينا عليها الحج محمود عشان نقعد شكراً نورتني وشرفتني ربنا يعزك وانا اتشرفت فعلاً بالحديث مع حضرتك انت بدل اخوك في كل مميزاته في كل لان الراجل ما بيطلبش ست الراجل بيطلب راجل بيتي بيتباع ردت الراجل رجعت له فلوسه وطردتهم براه انا عندي ولدين همشيهم بالمقطع عادي انما ممشيش البنت كده انا همضي على مشارطة التحكيم وهختار الحج محمود وهسلمها لصدر بلاه